الأهوار جنة العراق أصبحت اليوم أرضاً قاحلة مالحة ففي الوقت الذي كانت المسطحات المائية جنوبية العراق مصدراً حيوياً للحياة والتغذية للعراقيين باتت اليوم سلعة نادرة بعد انخفاض مستويات المياه بشكل مثير للصدمة المياه المنخفضة ومستويات الملح العالية باتت تقتل الحياة النباتية وحيوانات الجاموس التي يعتمد عليها سكان الأهوار للبقاء على قيد الحياة وفقاً لتقرير بثه تلفزيون بي بي أس الأمريكي التقرير أظهر أيضاً كيف أن القصب تحول إلى اللون البني الأصفر وهو علامة على موت الحياة النباتية في ظل انخفاض مستوى المياه بمقدار 84 سنتمتراً وهو من عكس سلباً بارتفاع نسبة الملوحة أيضاً إلى 1800 جزء في المليون جين فيرجسون مراسلة القناة أكدت أن قرى بأكملها تخلى عنها سكانها بعد أن عجزوا عن مواصلة حياتهم في ظل صعوبات جمة فضلاً عن افتقادهم أي دعم حكومي فهم يحاولون الحفاظ على ما تبقى لديهم من حيوانات إن ماتت فسيتضورون جوعاً بحسب تأكيدهم انخفاض مستوى المياه أثر أيضاً على الزراعة في العراق حيث يكافح مزارع القمح في نينوى للحفاظ على محاصيلهم في الأرض الجافة الحكومة من جانبها وضمن إجراءاتها الترقيعية خفضت المساحات المسموحة بزراعتها من القمح إلى نسبة 50% وحضرت زراعة الأرز لأن كل المحصولين كما تتذرع يستهلكان الكثير من المياه فيما هي لجأت لاستيراد هذه المزرعات من الخارج بمليارات الدولارات أوضاع ستؤدي على المدى الطويل إلى أن يتحول حوض ما بين النهرين الخصب في السابق إلى وعاء غبار غير قابل للسكن وفقاً لوصف قناة بي بي أس ومع توسع الصحراء فإن هذا يعني مزيداً من الفقر والنزوح والتغيير في طبيعة الأرض العراق الدولة التي كانت تصدر ذات يوم الغذاء إلى بلدان أخرى بات يعتمد بشكل متزايد على الواردات بسبب التخطيط السيء والإدارات الفاسدة ترجمة نانسي قنقر